الأقاويل والخبريات كثيرة لكن أحوال الطقس كيف رح تكون خلال الأيام المقبلة ومعلومات عن موجة الحر المقبلة رح نتعرف عليها أكيد بشكل أكبر مع ضفنا الدكتور إبراهيم خليل مصطفى مدير الأرصاد الجوية صباح الخير سعد صباحك صباح الشعوب تصوى شعوب لا أفضل 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 إن شاء الله سعد صباحك أول شيء سعد صباحك وصباح السادة المشاهدين أكيد هلأ كثير من الأقاويل مثل ما أنا بالمقدمة عم تقول إنه في حالة طبعاً تعرض لموجة حر جديدة بالأيام المقبلة نعرف حقيقة هذا الشي ومدى مصداقيته إذن هي تبقى أقاويل يعني وبالتالي المصداقية ليدا المديرية العامة للأرصاد الجوية طبعاً أنا أنصح سادة المشاهدين أنه ليدا معرفت حقيقة التقص بدقة تامة العودة إلى المديرية العامة للأرصاد الجوية من خلال وسائل الإعلام المسموعة أو المقروعة أو المرئية ومن خلال التواصل مع الهواتف المعروفة للمدير العامة للأرصاد الجوية نعم لأن المدير العامة للأرصاد الجوية هي جهة الوحيدة الرسمية والمسؤولة عن التقص والتغييرات المناخية وكل ما يتعلق بالمائية نعم يمكن ارتفاع شديد بدرجات الحرارة مرأ على سوريا كان فيه كثير كمان نوع من الرطوبة العالية هذا الحر خلينا نحكي عن موجة هالحر شو بتتسمى وقديش يمكن امتدت ويمكن خفت وأيضاً يمكن نتعرف إذا فيه موجات حارة قادمة أو لا الحقيقة فعلاً يعني الأسبوع الماضي يعني تحديداً 2-7 يوم الأحد بدأ ارتفاع بدرجات الحرارة وكان زروتها في يوم الثلاثة والأربع عام وبدأ بالنخيفات تدريجياً أعلى زروت درجات الحرارة وصل إلى دمشق كانت 43 وبلشت بالنخيفات تدريجياً يوم الخميس جمع السبب للأحد الأحد والتنين والثلاثة الحالي الأسبوع الحالي يعني في ارتفاع درجات الحرارة وزروتها اليوم يعني ولكن لم تصل إلى درجة كما حصل في السبوع الماضي يعني درجة الحرارة أعلى درجة ستصل إلى دمشق هي 41 اليوم بكرة بيبدأ بالانخيفات تدريجياً الخميس بالانخيفات جمع انخيفات صبت انخيفات أحد انخيفاض أيضاً بيبدأ بالارتفاع مرة تانية يوم الثلاثة الأربعاء ولكن دم الحدود الطبيعية المقبولة وليس أنها موجة حر كما ورد في التقرير هذا غير دقيق أما يمكن هذا الكلام يكون ينطبق على المناطق الشرقية أو الجنوبية الشرقية يعني تحديداً أما في العاصمة لا في مناطق الشمالية الغربية لا نعم دكتور طب شو سبب موجة هالحر يعني هذا الصيف هو صيف حار جداً من المنطقة للصيف اللي مرأ على سوريا من قبل لا هلا الصيف صيف يبقى حار يعني لا حصل عندنا في 2009 درجة الحرارة وصل لأعلى معدلاتي أعلى بكثير وأصلاً مرفضت أكثر من شهر تقريباً ب2009 وب2015 أيضاً تعرنا لموجة حر الطقس هو صيفي يعني يعني الطقس دائماً متغير يعني لا يوجد هناك سبات في الطقس مثلاً اليوم مثلاً يسجد درجة الحرارة 41 العام القادم مثل هذا اليوم لم يكون واحد واربعين قد يكون 37 قد يكون 43 قد يكون إذن الطقس دائماً متغير وبالتالي مدام هناك في تغير بالطقس معناته هناك في تغير بدرجات الحرارة وبالتالي الصيف يبقى صيفاً ولكن الشعور بالحرارة في بعض المناطق هو نتيجة أني وجود رطوبة عالية هناك مستنقاعات هناك سدود هناك بحيرات محيطة في دمشق هناك مثلاً جنوب الغرب في بحر المتوسط امتداده للأراضي المحتلة للفلسطين وكل هذا يؤثر على الطبيعة بالرطوبة العالية وبالتالي الشعور بالحرارة هو نتيجة وجود الرطوبة في الطبقات الجو نعم خلينا نحكي شو هي الإجراءات التي اتخذتها مديرية الأرصاد الجوية يمكن مع باقي المديريات من مديرية الزراعة للحفاظ على البيئة ومنع حدوث حرائق بالأشجار والعشاب ويمكن الحدائق العامة أيضاً وعلى الجبال كمان نشهدنا نحن من فترة عم نشهد دائماً يمكن حدوث حرائق بالجبال خلينا نعرف شو هي يمكن التفاصيل التوعوية اللي حضرتكم بتنشروها أو بتنبهوها لجهات محددة والله هو الحقيقة دائماً كل ما هناك يكون فيه طقص يعني متغير مضطرب استدعي التحزير نقوم بالتحزير وتحديداً يوم الثاني الماضي حذرنا وزارة الزراعة من حرائق الغابات وأيضاً حذرنا جهات المعنية مثل مثل الدفاع المدينة جماعة الإطفائيات أني أخذ الاحتلاطيات اللازمة والحذر من اندلاع الحرائق هذه حقيقة قمنا بالتحزير وخبرنا جهات المعنية عامة يعني ومن خلال وسائل الإعلام أيضاً تم إعلام الجميع إذن هناك عامل حرارة وبالتالي عامل حرارة يساعد على حرائق الغابات قد تكون حرائق غير مقصودة نتيجة مثلاً عدم وجود ثقافة لدى المواطنين مثلاً بطريقة الخطأ مثلاً يقومون بشعال نار كذا إلى آخر أو بعقب سيجارة أو بشرار إلى آخر وقد يكون بفعل عامل الطبيعة قد يكون هناك مثلاً موجود في الطبيعة بزجاجة منكسرة إسقاط الضوء عليه تتحول إياه إلى مثل العدسة عدسة مجمعة لنقطة معينة تعطي تسخين شديد وبالتالي تؤدي إلى إشعال الحرائق يعني قد تكون بفعل عامل الطبيعة ولكن أيضاً بتكون غير مقصودة ولكن عامل الحرارة عامل الشوبة لعشاب اليابسة في فصل صيف تساعد على الحرارة تكون سريعة الاشتعال تحديداً يعني أكيد أنا بدأت شكرك على وجودك معنا وعا كل المعلومات الصحيحة اللي أعطيتنا ياها بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي والإشعات والأقاويل اللي عمد دولوها العالم مثل ما قلت لنا هذا الأسبوع في عنا شوية ارتفاع درجات الحرارة ارتصاص تنين تلاتة تنين تلاتة تنين تلاتة أربعان خميس بنزل بالخفاضة حتى الجمع بيكون تقص زريف لطيف إن شاء الله والسبت أحد أيضاً أما نصر الاسبوع القادم منتصر السبوع القادم أيضاً هناك في ارتفاع درجات الحرارة ولكن ضمن الحدود الطبيعية المقبولة الغير المزعجة يعني هيك منضمن كل اللي عم بيسمعونا ليا إن شاء الله وابل حلقتنا دائماً في نحنا ارتفاع درجات الحرارة شكراً لك كثير دكتور على كل المعلومات اللي عطيتنا ياها شكراً لقناتكم الكريمة وللعاملين فيها شكراً وأكيد بدنا نقول للمشاهدين دائماً نرجعوا للأرصاد الجوية السورية لمديرية الأرصاد حسراً إن كان على الفيسبوك أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل أكيد مع مديرية الأرصاد الجوية للأتمانان على التقص الصحيح وليس على مواقع التواصل الاجتماعي نعم أتمنى من السادة المشاهدين العودة إلى المديرية العامة الأرصاد الجوية المعرفة التقز تماما. نعم. سكرا كتير. وشكرا لخنات لكم لاهتمام دائم بهذا الجانب الهام في حياة المواطنين والناس عامل. سكرا كتير. لاحظ.